يلعب بطولة ودية كانت في بل بوسنا والحمد لله خدنا تاني وصلنا فينال ولعبنا برشلونا وخسرنا بشرف منه وبعد كده لعبنا بطولة أفريقيا الأبطال وحصلنا عليها بدون ولا هزيمة رجعنا نستأنف تاني بطولة العمومي ومشيين بشكل كويس لعبنا الجولة التاسعة مع نادي الجزيرة واستطاع النادي الأهل أن يفوز 31-21 بقيادة طبعا المباراة كانت في المركز اللومبي في المعادل إذا أحدكم شايفين الصور المباراة طبعا قضها المدير الفني مستر ديفيد ديفيدس كالعادة وكابتن إبراهيم المساعد ويعني كان فيه تركيز عالي وانتهت طبعا الشرط الأول كان انتهى 16-9 بعد أن تنتهي المباراة بنتيجة 31-21 فريقنا كده بتصدر الترتيب العام برسيد 27 نقطة من فوز متتالي 9 مباراة في 3 نقاط بـ 27 نقطة مباراة اللي جاية إن شاء الله هتكون مباراة مع البنك الأهل البنك الأهل وصيف الترتيب العام ونادي قوي جدا وعمل مباراة جيدة هتكون الساعة 6 يوم الثلاثة اللي جاية إن شاء الله مهم جدا الفوز عشان تأكد صدرتك الجميل هنا إن المباراة دي كلها إن شاء الله هتكون لها يعني مرضود كويس في يعني حفاظك أو أن انت تمشي على المركز الأول عشان تنتهي في ترتيبك ترتيب جيد بإذن الله طبعا السنة اللي فاتت يعني طبعا أكيد مش محتاجة يعني أفكر حضراتكم احنا بطل الدولي والكأس وإن شاء الله إحنا بدئين الموسم هابو بطولة غالية بطولة أفريقيا للأبطال عندنا في شهر 11 نوفمبر القادم من 7 إلى 12 نوفمبر بإذن الله عندنا بطولة العالم للأندية طبعا لتعمل للسنة الثانية في الدمام مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مهم جدا نحنا نروح نقدي أداء كويس في البطولة دي وكل المنشاطة اللي حضراتكم شايفينها دي استعداد لهذه البطولة السنة فاتخدنا رابع في هذه البطولة إن شاء الله السنة دي نحقق مركز أفضل من ذلك وطبعا زي ما حضراتكم عارفين نادي الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي تلت فرق جماعية من عنده النهاردة بتلعب بطولة عالم السنة ولعبة الانتركنتينالتل في سنة غفورة وحضراتكم شفتوها أحصلنا على المركز الرابع كورت اليد هي في شهر نوفمبر هتلعب بطولة العالم وطبعا مش محتاجة أتكلم عن كورت القدم اللي هتلعب السنة دي إن شاء الله بتلعب العالم كمان يعني النهاردة النادي الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي بيلعب تلت بطولات عالم في نفس الموسم وده مش غريب عن نادي الأهلي اللي أمره ما بيقبل غير بالنصر وأمره ما بيقبل غير بالمركز الأول